الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت والفريق أحمد الشازل رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة وشدد الرئيس السيسي على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وأيضا توفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسوسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وخلال اللقاء أكد رئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع شركات أو تحالف الشركات العالمية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وأيضا خبرات فنية وإدارية متميزة وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخن الدخيل اللوجيستي المتكامل للحاويات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ هاتشيسون على إنشاء وإدارة وتشغيل محطتين للحاويات بمناء السخن والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار وستقوم المحطتين بإضافة طاقة استيعابية للموانئ المصرية تصل إلى 5 ملايين حاويات مكافئة سنويا أي ما يمثل زيادة 50% من قدرة الموانئ المصرية لتداول الحاويات ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم فعالية جماهيرية كبرى بعنوان كتف فكتف وذلك في استاد القاهرة وتأتي الفعالية احتفالا بألاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية ويتم توزيع المساعدات في جميع محافظات الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك ويضم التحالف الوطني 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أيدت الأمم المتحدة الدعوة إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من عدة موانئ أوكرانية مطلة على البحر الأسود وذلك لمدة 120 يوما بعد أن اقترحت روسيا تمديده 60 يوما فقط وينتهي العمل بالاتفاق غدا السبت حيث كان قد أبرم مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي ثم تم تمديده في نوفمبر الماضي لمكافحة أزمة غذاء عالمية ناجمة عن أسباب عدة من بينها الأزمة الأوكرانية الروسية ومنعها تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود أعلن الرئيس البولندي أندريا دودا أن بلاده ستسلم دفعة أولى من أربع مقاتلات قاضفة من طراز ميك 29 إلى أوكرانيا وهو ما سيشكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي وكانت كييف قد تلوبت عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات قاضفة حديثة على أمل الحصول على مقاتلات F-16 الأمريكية من جانبه أكد البيت الأبيض أن قرار بولندا لا يغير الموقف الأمريكي المعارض لإرسال طائرات أمريكية الصنع إلى كييف قال توزرة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة المسيرة الأمريكية التي أسقطت بعد تعرض روسي لها فوق البحر الأسود وأكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر وجد مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة لفتان إلى أنه من المستبعد في تقدير بلاده أن تتمكن موسكو من استرجاع أي شيء له فائدة قال توزرة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع محتمل لصواريخ روز من تراستو ماهوك لأستراليا في صفقة تصل قيمتها إلى 895 مليون دولار وقالت البنتاجون إن الحزمة ستشمل نحو 220 صاروخ روز ودعما فنيا وكانت وكالة التعاون الأمني للدفاع التابع للبنتاجون قد أخترت الكونغرس بالصفقة المحتملة وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية فإن الإختار لا يشير إلى توقيع العقد أو انتهاء المفاوضات أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة الساحل الإفريقية وخلال زيارته للنيجر أشار بلينكين إلى أن المساعدات ستوفر الدعم لإنقاذ حياة لاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات وانعدام الأمن الغذائي مشاهدين انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل